لو ما عندك الثلاثة عناصر ديل وما بتعرف الستة رابرس ديل ما تغني رب لأنك حتخسر قروشك وحتخسر زمنك تعال ما بعض نشوف الستة رابرس والثلاثة عناصر رغم واحد لازم يكون عندك فريق عمل متكامل ومتجانس عنده علاقة بالميديا والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبيعرف يصنع الترنت وبيعرف يسوق ميسيقة أو بيعرف يعمل تسوق تجاري داخل الانترنت رغم اثنين لازم تكون عندك ميزانية كافية وميزانية كبيرة الراب غالي ومكلف وما في حاجة مجان في عالم الراب لازم تكون عندك ميزانية للتسجيل ميزانية للتصوير وميزانية للشراء كل المحتويات وحتى ميزانية إعلامية أو إعلانية ورغم ثلاثة لازم تعرف الخطة الإعلامية أو الخطة التجارية والاستراتيجية التجارية يعني لازم تعرف أن الأغنية حكتك ترتغنيها لأي نوع من المجتمع هل كلامك ده انه ممكن يلقى قبول عند المجتمع الاخر او المجتمع اللي انت عايش فيه هل كلامك ده ممكن يكون مقبول لكل الفئات العمرية واللي انت عندك فئة عمرية معينة انت داير تستهدفها بعد ما عرفنا ده اللي لازم تعرف 6 رابرس رغم واحد نجد اتكلم عن حليم في خطة العمل او فريق العمل حليم عنده فريق عمل متكامل ومتجانس بيعرف يسويغ للمسيغة وده سبب كبير من السبب الساعة حليم في النجاح حق والتلاثين يكون عندك فريق شبهي فريق حليم عشان تنجح رغم اثنين عندك ليل فريني وصولجة والتلاثين تعرف ان المسيغة حقتك دار تستهدف بها اي نوع من المجتمع المسيغة حقتك ما تكون مسيغة اشوعية تقوم تفكة لكل المجتمعات ما معرف تصدف الا ما تصدف هنا هتلقى انتقاط والرفض والاساءات في حالة انك دار تغني مسيغة صدفية او مسيغة تقوم تفكة كده وتبحث ياتو مجتمع ممكن يتقبلها واي مجتمع ممكن يسمعها اما انت تكون اهدافك زي اهداف صولجة او زي اهداف ليل فريني المسيغة حقتك دي انت موجهة لفئة معينة من المجتمع باقي الفئة الدل لو جو سمعوا اهلا وسهلا بهم لو ما جو سمعوا ما مهم رأيهم ما مطلوب وحتى لو قالوه ما حيأثر فيك رغم اربعة هو ابو بي واشرف لازم تعرف ان النزل غابوا من الساحة لفترة طويلة وده حاجة يسمى الخطة تقوم تخطط وتغيب من الساحة قيابك ما معناه الانسحاب تغيب لفترة معينة فترة زمنية طويلة تجود في عملك تدرس الساحة تدرس باقيه الاستايلات تعرف السوق التجاري تعرف الاسهم ماشى علي وين وده سبب اللي بيخلي رابرس بيغيبوا لمدة سنة او سنة ونص لكن مع ظهورهم حيفجروا الساحة بقومة وانبلة نومية نزلت وسط الساحة ورغم ستة عندنا ليل فريني وجي بي ال للمرة التانية انه لازم تعرف انه الفن صوري اكتر من انه يكون لغوي يعني لازم تعرف انه الصورة بتلعب دور كبيرة اليوم في الاعلام وفي التسويق لازم تركز على فريق تصوير متكامل ومتجانس عنده المعرفة الكاملة في التصوير والمنتاج يساعدك انه الاغنية حقتك حتينتشر باسرع الصورة في كل مواقع التواصل الاتماعي المرئية انستجرام فيسبوك تيك توك ويوتيوب كل ما كانت جودة الصورة عالية كل ما ساعت على الانتشار كل ما كان المصور مبدع قدر يعمل حركات زريفة كتب تجيه داخل بالسيناريو لكن في مصورين عندهم المقدر انه يغير السيناريو حقك لسيناريو افضل لانه عندهم التسويق الصوري ومن هنا تجي تعاين الفيديوهات حقك جي بي ال والفيديوهات حقك ليل فريني واحدة من افضل انواع الفيديوهات الموجودة اليوم داخل السين السوداني اقول الاجابة على السؤال الاخير انا لا انسحبت من الرب ولا غررت انسحب ولا حاية لكن انا قد ادرس استايلات الربرس قاعد اطور من نفسي قاعد اقرأ السوق المثيقي وقاعد اقرأ التسويق التجاري للمثيقة وقاعد احاول اجمع بين عدة عناصر من الربرس السودانيين لهم اقدمية في الجيم هذه حقيقة لاتنسح نحن يقول ما تجي داخل الربرس جديد في الجيم هذه تقول انا مكانة وانا مقفل وانا خاتم املا وانا محتاج للربرس الثانيين والربرس الثانيين كلهم فيك بتجي رابرس كثيرا بيدخل في بيفات بقيمة وفشروا الربرس الأقدمية في السين وبيكتدمو لهم اي احترام. فهذا رأيهم الشخص يعمل وحي دار يعملهم لكن حقيقة سابت التجي تحترف بها ان ان نحن داخل السين تشوف الاقدمية عمله شنو ومن هناك ما بتعمل كوبي لعملهم ولكن بتدرس دراسة وتستفيد من خبراتهم عشان تتقدم وتطور نفسك وتجيب حاجة أفضل من الأكدمية ما في حاجة اسمها مستحيل هتحاول إن تاخد خبراتهم كلها وشان تطلق حاجة أفضل منهم في الوقت الحالي أنا ما حاصهر بأغاني ولا حاجة أغاني ولا حاجة الأغاني حاجة القديمة كلها يتمسحت لأنه ما كانت تجارية وحاجة كان راب حاجة مساكين أو راب حاجة فقراء تجيب تغني أغنية تسجيل بموبايل تصوير بموبايل ما في منتاج ما في كاليتي ما في كواليتي لا 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 أنا ما بعمل حاجة ذاتي آمن هوي أنا خلاص يا أخوة يا إما ما جيت داخل الساحة هذه مقفل للنهاية يا إما ما جيت للنهاية عشان كده بالوقت الحالي أنا في مرحلة الاستكانة لسا قاعد أدرس استايلات الرابرس الأكدمية قاعد أدرس التسويق المسيقي وقريب إن شاء الله وقت ما تكتمل كل الأوراق وأكون مستعد أتجركم الساحة أنا ما مستعجل ولا قاعد أسابق في زول ولا قاعد أنافس في زول ولا حقيقة أنا باخد زمني الكافي بجود عملي الجودة وإبداع وتميز وقت ما أي داخل أعرف إنه ما في زول حيكون قدامي